صح 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 ماروتنا آه صح 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 ص عن العصبية أو تتخذ قرار وانت عصبي بما يخص الشريك. في عنا اتصال على 06569099 هلو هلو مرحبا مرحبا. أهلا وسهلا. مين معانا؟ لينا معك. هاي لينا شو أخبارك؟ تمام الحمد الله. كيف النفسية اليوم منيحة؟ منيحة. يلا يا لينا تفضل يا حبيبتي عن شو حب تعرفين؟ أنا حوض وطاري عدرة. يجي أسأل عن تواثق مع الجدي. مع الجدي؟ الجدي. أوكي لينا شكرا لاتصالك. باي حبيبتي. حوت وجدي ممكن تكون هالعلاقة فيها شوية اختلاف بالصفات. الحوت مثل المرأة الجوزاء والمرأة الحوت عاطفيين جدا وبيحبوا يعيشوا العاطفة بكل أنواعها مع الشريك. وهذا الشيء ما بيتميز فيه برج الجدي. دايما بنقول أنه هو بعيد عن العاطفة ممكن يراهق على كبر. لذلك بدك تأهبي لكل شيء أنت بدك قد تكون مناسبة. قد يكون ذكرى ميلاد ذكرى زواج. بدك تأهبي قبل أسبوعين ثلاثة أنه فيه هيك مناسبة بعد فترة حتى ولو بشكل غير مباشر لحتى تعودية على أنه يكون عاطفي معاك. عدا هيك الجدي مع الحوت ممتاز جدا على النواحي الأخرى بإذن الله. الكرسي نساني أقولك قدي حلو شكلك اليوم. حبيبتي حلو جكيت. حبيبتي ميسون. بدنا ناخد كمان اتصال. يلا هلو. مرحبا. كيفك؟ أخبارك. تمام حبيبتي وإنتي؟ الحمد لله بدي أعرف عن برج العذراء تسعة تسعة الفين وواحد مولود الساعة عشر ظهر. للبيع الرقم؟ أنا بمية بشتري. تسعة تسعة حبيته. نسيتيني المعلومات شو هي؟ تسعة تسعة الواحد وتسعين. والساعة واحد الظهر آنت؟ مية بالمية. شكرا لإتصالك ميس. العذراء والبرج الصاعد ما بين اتناعش وتنتين بيكون الجدي البرج الصاعد. يعني الجدي هاي السنة هلأ بلشت الأمور معه تنفرج. نعتبر العذراء أحسن لأنه هو بالدرجة الثانية يلحظ المطلق معه. إذن ما بده يعطيكي حضوظ هاي السنة. بالعكس ممكن يخليكي تراوحي شوي بمكانك ببعض الأمور خاصة إذا كان في مشاريع جديدة. إذا في تفكير بسفر أو وارتباط بده يصير شوية تراجع لأنه الجدي ما رح يخدم مصالح العذراء أبدا. شوف يعني أنت إلك حركاتك وأغنيك يعني الواحد بشهد لك زيد الزغول. كل الناصرة تسألني عنك إنه شعور شو بيتحبو لها زيد. شايف مع أنه منظلنا يعني ننتقده على الهواب بس أمبين أنه في محبة وراء هذا الانتقاد. أنا كتير بحبه لها زيد ويعطينيك طاقة حلوة. هو هلأ صار يبدأ مع مع الانتقادات. مع الانتقادات أه. شو بدك تهديني أغنية؟ شفلك حلي. ألولي وصنك زايد. والله مش زايد. بورجيك هلأ بس أروح عند الدايتشن تابعوني على انستجرام. دي أفرجيكم أقل إشي ضعفان كيلو ونصف هذا الأسبوع. كراسيكم اللي مش زابطة. بدنا ناخد كمان تعليق وصلنا على فيسبوك. في عنا مها يسعد صباحك. شكرا على الكلام الحلو. عم تسمعنا من ألمانيا على فكرة. مها بدها تعرف يا ميسون. أولا عن موليد برج السرطان. وبدها تعرف توافق أنت السرطان مع ذكر الحوت. السرطان مع حوت. وبعدين نحكي لك عن السرطان. هالعلاقة فيها رومانسية كتير عالية. وممكن النجاح فيها كتير عالي المستوى. لكن ما تتمشوا على روتين واحد. مع الزمن بدكم تغيروا شيء بحياتكم. تعملوا رحلة. مش بس يكون على نسق واحد. هذا الشيء يضر العلاقة. وما عدا هيك. العلاقة ناجحة بإذن الله. والسرطان هذا الأسبوع عنده انفراجات بعد التعب اللي شافوا ببداية الأسبوع. كان عنده انفراج من منتصف الشهر. ولكن هذا الأسبوع هو الأفضل على كل المستويات. الوضع العاطفي ما زال الفرص مناسبة لغير المرتبطين للالتقاء بالشريك المناسب. عنا السيل ميسون. بده تعرف توافق جدي مع حمل. أنثى الجدي مع ذكر الحمل. أنثى الجدي مع الحمل. يس. خلينا نأكسها عشان نشوف الصح. الجدي مع الحمل. القرارات السريعة الغير مدروسة من برج الحمل. اتعاذي هذه العلاقة على كل المستويات. مش بس على العاطفي. المعروف عن الحمل. أنه بياخذ القرار بدون دراسة. وعكس الجدي. الجدي بيدرس الموضوع بشكل جيد. حتى لو أخذ معه وقت طويل. فمثل هاي الأمور بتخلي الجدي ينزعج. ولذلك بدنا بعض التنازلات لحتى تنجح هذه العلاقة. بدنا ناخد اتصال هلو. صباح الخير. صباح النور أهلا. ستراحف كيفي. منيحة انت كيفك. طوام الله يصدقك. تميسون كيف حالك. صباح الورد حبيبتي أهلا وسهلا فيك. الله يصدقك. أنا معك هبا. بدي أسأل عن برجي. أنا الميزان مع يعني أنا بيتفق من الأبراج لأنه باحث يعني ما بيتفق مع كتير يعني ناس. هو الميزان بيني وبينك أحيانا. هو أنا يعني أنا بحكي لك العكس. شو تاريخ ميلادك. أنا تسع واشرين تسعة. أنتي ما أخذ من البرج اللي قبلك لأنه الميزان بيتماشى مع كتير. بقول صح. العذراء اللي عنده شوية صعوبات صح. نعم صحيح. بس إنه ممكن أعرف سيتميسوني يعني كمان أنا جوزي برج الجيبي. فبدي أعرف كمان لأنه يعني عم بحث أنه ما يعني الميزان مش بيتفق مع كتير أبراج صح ولا لا. يعني أنتي ماخذة من العذراء بينما يعني لو بدي أحكي لك عن الميزان مع الجدي كتير متفقين. كتير العلاقة كويسة لأنه الميزان من اسمه ميزان بوازن ما بين السلبي والإيجابي. بين بين قلبه وعقله لذلك بيتماشى مع كثير أبراج ولكن أنتي بما أنه عندك هذه الصفة. معناته أنتي ماخذة من العذراء كثير. لستها معنا ولا روحة. آآ 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 معاكي. طب ممكن أعرف شيء مثلا عن هاي الفترة الحالية السميسون. حاضر أكيد. ودائما يعني أنا بدأ أقول لك شغلة بعيدا عن التوقعات الفلكية. أي علاقة زوجية بيصير فيها أبسان داون زي ما بيقولوا يعني فيها أوقات حلوة وأوقات صعبة فمش معناته إذا عم بتكون في فترة أو عم بتمروا بمرحلة صعبة معناته ما في تواثق بالمرة. أنا دائما بحكيها بقول كل الأبراج بتتوافق. آآ ما في علاقة ما فيها اتفاق. يعني أحيانا الناس بنفس البيت أخ مع أخته أو بيتخانه. أخت مع أختها بيتخانه. بنت مع أمها بتتخانه. صح. فكل العلاقات فيها سلبي وفيها إيجابي. دائما أنا بحكي بنتخلى عن السلبيات وبنحاول نظهر الإيجابية ونكبرها بين الطرفين. نشوف النص الكاسي الملان. ما نطلع على الفاضي. هذا الشيء بيخدم أي علاقة مهما كانت وشو ما كانت بينها مواصفات مختلفة. بدي أحكي لك كمان لو حسبناك إنك ماخذة من العذراء. عذراء مع الجدي بردو متفق. يعني علاقة حب واحترام. احترام قبل الحب. فالخلل مش موجود ببرج أو بمواصفات. الخلل موجود بالعلاقة نفسها. بتكون تدرسوا. بتكونوا مستمعين جيدين لبعض. نقاش إيجابي بينكم على كل صغيرة وكبيرة. ما تأجلوها. افتحوا قلوبكم لبعض. راح تشوفوا إنه كل شيء بيكون صح وسهل. يعيني عليك. هاي النصيحة من ما يصون على فكرة بتنطبق لكل الأبراج. مضبوط. افتحوا قلوبكم لبعض. وهنا بقول فيه شغلة. فيه شغلة بموليد برج العذراء صرت ألاحز إنها بتدايق الناس. الانتقاد الزائد. يعني العذراء بحسوا مرات كتير هيك بيرفكشنست وبيحب كل إشي يكون صحه وعلى وعلى الليبرا. بس هذا الحكي أحيانا مش بالضرورة لكل يكونوا زيك. فلما بتنتقدي شخص بحس سباشيلي بين الأزواج. مبارح حتى كنا عم نحكي مع مدرب الحياة الاستثنائية عيسى عساف إنه ما تفرضي شروطك على على شريك حياتك. فبحث مرات امرأة العذراء فيها هذا الطبيع نوعا ما. هو فيها ولكن أنا بدي أحكي شغلة كمان مهمة مقارنة باللي انت حكيت. العذراء كمان بينتقد حاله. آه كتير طبعا. يعني بنتقد الآخرين وبنتقد نفسه. من ضمن صفاته إنه اللي بيطبقوا على حاله يطبقوا على غيره. يعني حتى لما تخطأ يبتعاق بحالك. ممكن ما تنامي الليل كله إذا غلطي غلطة صغيرة وهي مش بالحسبان. صح. فلذلك لما اللي قدامك بيكون خطأ بتحبي إنه تقيمي. تقومي عفوا. يعني تقومي الغلطة اللي عنده. وبطريقتك اللي بتفرضيها ع حالك. فأنت مش غلطانة بالناس ما زال هذا الإشي بتتبقيه ع حالك كمان. والكل بيعرف إنه أنت بتتبقيه ع حالك. آه صح صح صح. يلا إن شاء الله نكون فدناها للصبية اللي اتصلت معنا. عنا رح ناخد آخر كومنت يلا. سريعا ميسون توافق الدلو مع الحمل. يا سلام تختميها بهاك ختمة. صعب العلاقة. يعني الحمل بكل مع كل الأبراج بيحبي يفرض سيطرته. لما يظهر معه برج ناري قوي زيه بصير توازن وتعادل. مع الدلو المسكين الهوائي ما عنده حب السيطرة. آه دائما مستمع جيد قنوع باللي بيوصل له. فلما ينت يجي له فروض كثير قوية من الحمل إنه شروط معينة ونظام معين داخل البيت وخارج البيت. الدلو رح يصير عنده تراجع. فبنوصي برج الحمل اعتماد نجاح العلاقة عليك. إنك تعمل تنازلات ما تفرض سلطتك على هذا البرج. وأيضا من الدلو إنه يكون صبور شوي آه يتحمل شوي ويراهن على الزمن بنجاح هذه العلاقة. تمام. احنا آه أكيد بدنا نشكر ميسون. اتمنى لك بقية نهار حلو. وعطلة نهاية أسبوع. سعيدة يا رب. صح الصح صح 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 آه صح 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 ماروتنا آه مبليئ. شاكم عمmel